حول هذا الموضوع ينضم إلينا عماد باجلان السياسي العراقي الكردي مرحبا بك أستاذ عماد يعني كما ترى أستاذ عماد الموقف الدولي فرنسا مثلا تعرب عن قلقها كذلك لديك قلق آخر من الولايات الأمم المتحدة كما سمعنا على لسان أنتونيو جوتريس حينما قال لا نريد حربا خليجية أخرى ربما تأكل الأخضر واليابس برأيك الملتزمون بالصراع وبالتصعيد الخطير إلى أين يريدون الذهاب وهل سوف يحدث ذلك مرة أخرى على الأرض العراقية نعم تحية لك ولي زميلتك ولمشاهدين قناة الفلوجة حياك الله يعني المشكلة أن واشنطن والتهيران متفقان ضمنيا إلى حد الماء أنه ساحة تصفت السراعات تكون على الأرض العراقية لأسباب أهمها الاستدامة يعني بينها إيران لا تستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة والولايات المتحدة لا تريد تواجه إيران على أرض إيران مخاوفها من سوف يؤدي إلى غلق مضيق هرمز ودخول الأزمة العالمية بالنسبة للتجارة للنفط العالمية في هذه المنطقة ولا أوروبا أيضا تريد هذا الشيء وكذلك الصين تمنع إيران من هذا الشيء فمتفقين على أن صراعاتهم تكون على الأرض العراقية للأسف بدون شك أن كل دول الأوروبية لا يريدون هذا الصراع لأنه سوف منطقة الخليجة أو هذه المنطقة الشرق الأوسط باتت لا تتحمل ويلات الحروب وكما تعرف أن أكثر تجارة النفط من هذه المنطقة بل تالي أكيد يعربون عن قلقهم وعن استياهم لما يحدث الآن في هذه المنطقة ولكنهم متفقين عن أنه يمارس صراعاتهم على الأرض العراقية وبالتالي الشعب العراقي والعراق هو الخسران الوحيد من بين الولايات المتحدة وإيران إذن كما تسمع تغريدات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يقول يريد إعادة المجد الأمريكي إلى الواجهة مجددا على حساب أراضي معينة السؤال المطروح هل ستستطيع إيران مواجهة الترسان القوية للولايات المتحدة الأمريكية أم أنها سوف تتترس بأذرعها هنا وهناك في بعض البلدان وربما العراق أيضا منها البعض يقول أنه قد تهاجم مصالح الولايات المتحدة ليس فقط في العراق هناك أفغانستان لديها لبنان لديها اليمن لديها سوريا يعني الأمر لا يقتصر على العراق فقط بدون شك يعني إيران لها ثقلها في منطقة ولكن أن تواجه قوة وترسانة وتكنولوجيا للولايات المتحدة الأمريكية يعني لا يوجد توازن ولا تكافؤ بين القوتين ولكن كما ذكرت حضرتك أن إيران تستغل وتنفذ هجماتها عبر أذرعها في المنطقة في اليمن وفي لبنان وفي العراق وحتى في أفغانستان هذا أسلم حل لإيران وكذلك كما ذكرت لك أن أمريكا لا تريد مواجهة إيران على أرض إيران ودخول بحرب علنية مع الجمهور الإسلامية الإيرانية فلذلك من هو سوف يكون الضحية أكثر صناعاتهم سوف تكون على الأراضي العراقية وبالتالي هنا الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي والعراق نحن للأسف كسياسيين وكإعلاميين وكمثقفين حضرنا مرارا وتكرارا من هذه التصرفات ومن جر العراق إلى معترك صراعات القليمية الدولية بين إيران وأمريكا ولكن للأسف لا جدوى ما قلنا وكذلك قلنا بعد اقتحام السفارة سوف تكون العواقب وخيمة على العراق وبالفعل هذا ما نراه اليوم طيب بسؤال أخير وباختصار لو استمح برأيك هل الحكومة العراقية قادرة على اللعب على وتر التوازنات ما بين طهران وواشنطن أم أن عليها حسم موقفها كما حسمت سوريا مثلا موقفها بالذهاب نحو معسكر طهران يعني كان من المفروض على الحكومة العراقية أن تلعب عامل موازنة وأن تمسك العصر من المنتصف وتنأب العراق عن هذه الحرب كسلطنة عمان مثلا تلعب دورا إيجابيا ومتزنا جد إلى بعض الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران ولكن للأسف الحكومة العراقية لم يكن لها القرار الكافي لأن هناك لدينا فصائل ولدينا قادة كانوا يتدخلون بالقرارات الخطيرة بالنسبة لهذا المنحنى وللأسف أوصلوا للبلاد لما هو عليه الآن إذن السياسي الكردي إعماد بادنجان ماجلان كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك